السلام عليكم يا شباب الله أخبر النهاردة بنشر حياتي لكتشرفور تتكلمنا المحاضرة اللي فاتت على الكلاسيكا الإنكريبشن تيجنيكس اللي استخدمناها وقلنا ايه هو أنواع الإنكريبشن ألجوريثم وقلنا إن عنده فيه نوعين سيمتريك والاسيمتريك واتكلمنا على كذا نوع من السيمتريك إنكريبشن في المحاضرة اللي فاتت وقلنا إن إنكريبشن الالجوريثم بنقسمه إما بناء على العدد الكيز فيبقى سيمتريك أو او على مستوى تقسيمة اللي جايلي فقلنا ممكن نقسم ده يبقى ستريم صيفر او بلوك صيفر ستريم اللي هو ان انا بقسم البيتس وعمل على البيتس دي او على مستوى البيتس ان انا اخد بلوك والبلوك دي يبقى عدد معين من البيتس طيب النهاردة هناخد ايه النهاردة بداية المودرن انكريبشن الاجوريزمز تمام خلينا نبدأ اول حاجة اتكلمنا عليها اللي هو الستريم صيفر قلتلك ان هو ان انا بقسم البلاي ان تكست بتاعي عبارة عن بيتس او تاتا ستريم او بيت بيت طيب وقلنا ان انا الابريشنس بتاعتي دي بحاول اعملها على مستوى البيتس دي طيب وتكلمنا المحضرة اللي فاتت على الوطوكي فيجينير صيفر اللي هو كان ايه كان عبارة عن سبستيتيوشن تكنيك ان انا بعوض مكان حرف بحرف كان فهو كان سبستيتيوشن تكنيك طيب قلنا كانت مشكلته ايه مشكلته ان هو كان بيحصل بيترن في الصيفر تكست بتاعي فلو جه كريب اناليست عارف يعمل اناليست للصيفر تكست وعارف يطلع بيترن كان بيقدر يرجع بيرجع لبلين تكست واخدنا الطريقة ازاي طيب قلنا عشان ريكوفر حاجه زي كده ان انا بستعمل حاج اسمها الونتاينباد طيب كان ايه الوانتاينباد ده ان انا استعمل key بنفس طول المسج ان انا اعمل انكريبشن والكل مسج بجانيريت key يعني لو انا كان عندي الف مسج بجانيرت لها 1000 key والالف كي دول لازم يبقوا بنفس طول المسج الاصلية طيب قلنا ان حاجة زي كده كانت صعبة ان هي تحصل لان انت اول حاجة محتاج الالف كي دول مع الطرف الثاني في شكل سكيور. محتاج تستور الكيز ده عندك في شكل سكيور. ومحتاج كل شوية تجينيريت كي آآ لكل مسج بنفس الطول. فده كان حاجة يعني بس هو كان ان هو او حاجة يعتبر تمام طيب فالنهار ده هناخد ايه بقى? او آآ يعني نعالج كده ازاي? النهاردة بقى في المودرن انكريبشن هناخد الجوريزمات بتحاول ان هي تبقى شكل سكيور وما تبقاش صعبة جدا ان هي آآ او حاجة يعني براكتكال ان هي تتنفذ او سهل ان انا عمليها وفي نفس الوقت هي تبقى آآ شكل قوي. فهنا هو بيقولك ان كانت مشكلة الفرنام صيفر ده. ان انت محتاج آآ آآ تبدل مع اليوزر كل آآ كيه في شكل سكيور ومحتاج تجنرية عدد آآ كبير من الكيز. طيب وانا ان انت مفروض اي الجوريزم يبقى صعب ان انت آآ آآ تبريديكت البقى يعني صعب ان يحصل فيه باترن يعني انت بتحاول الجوريزم بتاعك يطلع او ما يحصلش فيه باترن يعني صعب ان انا مثلا من الصيفر تكست مسكت حرف اوصل للحرف اللي بعده. لا لازم يبقى بيحقق خاصية يعني الانكريبشن اللي طالع او الصيفر تكست اللي طالع لازم يبقى كده حاجة مش مفهومة او حاجة مبهامة كده بالنسبة للكريبت انه هو لما يجي يعمل ما يعرفش يوصل لحاجة او ما يلاقيش باترن في في الصيفر تكست بتاعي ماشي ماشي طيب وقلنا انه على مستوى البلوك انت بتقسم بتاعك بلوك بلوك وكور البلوك كده ممكن يبقى اربعة وستين ممكن يبقى مية تمانية وعشرين والاوبريشنز بتاعتك دي لازم تبقى على مستوى البلوك طيب اه في الانكريبشن احنا كنا بنستعمل يعني زي المحضرة اللي فاتت كده خدنا الخدنا المسيزر الخدنا اه أه خدنا المعين يقانين ان المستrijمه صيفر ده بيستعمله في chaotic encryption طيب في ال ظاهر بقي بعدين او اولي المستخدم حاليا ان انت بتحاول تستعمل Alice-metric encryption على مستوي البلوك ان انت تقسم بتاعك بلوك بلوك وتحاول تعمل الحاجة عن مستوي البلوك ده ماشي طيب ده كده في شكل بسيط مبسط خالص الفرق ما بين ستريم صيفر والبلوك صيفر اللي كان بيحصل ان انت هنا عندك حرف من البلين تكست بتدخله على انكريبشن الجوريزم الانكريبشن الجوريزم ده بيخش عليه كي معين يطلع لي الصيفر تكست طيب ده كان اول ده بيطلع لي حرف من الصيفر تكست يعني بيت من الصيفر تكست فبعد كده برضو يحصل هناك نفس عكس العملية ان هو نفس الكيل اللي هيخش هو هو اللي هنا يحصل ديكريبشن هو هو نفس ديكريبشن هنا يطلع لك الحرف اللي كان حصل له انكريبشن طيب لو احنا كنا بنتكلم على مستوى البلوك هنا لأ انت بلوك ده كان بلين تكست يعني عدد من البيتس والكي بيخش على الانكريبشن الجوريزم يطلع لي الصيفر تكست وده برضو بيبقى نفس الطول كده طيب هنا بيروح هناك الصيفر تكست ده يحصل له ديكريبشن بنفس الكيل اللي عند السندر فيطلع لبين تكست الاصل بتاعي ده على مستوى البلوك جميل طيب هنا ما تخطيش من الشكل احنا بنحاول نعمل ايه ان احنا بنحاول نستخدم كومبينيشن من السبستيتيوشن والترانسبوزيوشن زي ما قلت لك المحضرة اللي فات طيب هو هنا بيعمل ايه هو عايز هنا يشوف انت بتدخله اربعة بيت امبوت تخرجهم اربعة بيت اوت طيب بيدخل اول حاجة على بيدخل الاربع بيت دول على الديكوتر الديكوتر ده بيحاول يسبستيتيوت الارقام دي بارقام تانية يعني الزيرو انا مش شايف اوي الزيرو مثلا اصاد الاربعتاشر هو كده عمل سبستيتيوت بالزيرو عمل سبستيتيوت مكانه بالاربعتاشر والواحد بالاربعة وهكذا وهنا الكلام ده يخش على الانكودر يطلع الاربع بيت اوت يبا هو كده عمل حاول يعمل ما بين السبستيتيوشن والترانسبوزيشن او البرميوتيشن ماشي وانا ان ده بيزود لير زيادة من السيكوريتي جميل طيب اهو هو هنا كده اهو قال لك لو بلينتكست اه اه زيرو 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 اللي هو داخل هنا زيرو 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 الصيفر بتاعك هو وان 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 اللي هو كان اه اه اربعتاشر اللي هو اهو اه زيرو كان مقابل لي اربعتاشر وهكذا يعني على مستوى بقية الحاجات تمام تمام طيب جه واحد اسمه تلاوي تشانون يعني راجل مشهور كده ليه سامات كتير يعني في علم الكريبتوغرافي اه حط اساسيات وكده استخدمها واحد اسمه اه فيزيطايل صيفر اه سوري اه راجل اسمه فيزيطايل عشان اه ييمبليمنت حاجة اسمها فيزيطايل صيفر ايه ده بيستخدم برضه من السبستيكيوشن والبرميوتيشن بس في شكل اطول شوية وشكل معقد حبتين هناخد بالتفصيل دلوقتي تعرف ان السبستيكيوشن ان انت اه كل حرف من البلين تكست بتعمل السبستيكيوشن بحاجة تاني البرميوتيشن انت كنت بتلعب في ترتيب اه الكلام تمام طيب الراجل ده بقى جاه حمال ايه تعان بص كده قالك المفروض ان السيفر اللي انا طلعهم من الانكريبشن الجرزم التحبي حقق لي خاصيتين ايه هما ديفيوجن وكمفيوجن ايه الكمفيوجن الاول الكمفيوجن ان انت لو ككريبت اناليست لو جيت بصيت للسيفر يعني يحصل لك زي ما بيقول ارتباك او كومفيوجن مش فاهم ايه السيفر تكست ده مش قادر اعمله اناليست مش قادر اوصل اه اعمل على الصيفر ده بحيث ان انا اوصل ليه البرميوتيكست الاصلي تمام يبقى دي اول خاصية اللي هي خاصية الكمفيوجن طب تاني خاصية اللي هي خاصية الديفيوجن قالك ان انت لما تعمل حاجة معينة على البرميوتيكست تبقى زي ما بيقولو كده بتأثر على يعني بتأثر على الصيفر تكست تمام تمام يعني انت لو دخلك مثلا كلمة ايام افسي ايستيودان غيرت مكان بس الاي خلتها اف المفروض ده يؤثر على الصيفر تكست او يؤثر على كذا مكان في الصيفر تكست عشان ما يبقاش في مابنج صح؟ يعني انت مثلا كلمة ايامه افسي ايستيودانت عشان بس نفهم الكلام المفروض ده هيطلع برضو مثلا لو ده طوله مثلا اتناشر هيطلع اتناشر مثلا مفروض ما الاي دي لما اغيرها تغير كذا جزء من الصيفر تكست ليه؟ لان انت لو بتغير حرف واحد معا كده هيبقى في مابنج والراجل ده لو لقي مابنج هيعرف يعمل يوصل لي الصيفر الاصلي فبالتالي انا كنت عايز اعمل خاصية ان انا لما اغير مثلا في الاي دي اغير هنا في الجزء ده وده مسلا وده 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 كده تمام؟ يبقى احنا كده عارفنا اهم ما يميز بتاع فيزيتاي طب تعم بص كده الراجل ده عمليه؟ الراجل ده قال لك ايه انت هتقسم الراجل ده تقسم بتاعك بلوك تمام؟ اسمو تو بلوكس واحد ليفت واحد رايت تعا كده نزوم بس شوية واحد ليفت واحد رايت هتعمل ايه في الليفت؟ الليفت اهو والريت اهو قال لك الليفت هتدخله على اكس اور ماشي؟ طيب والريت الريت هنا انت بتدخله على فانكشن معينة بكي معين يحصل حاجة جوه بعد ما بعد ما دخله على الفانكشن الاوبت بتاعها هيحصل له اكس اور مع الليفت وانزل الكلام ده في الريت واخد الريت الاولان اللي فوق احطه في الليفت هتقول لي ايه 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 ده ثانية طيب وانا كده نزلت الجزء ده كده ايه اه يا ما كده انا حعرف استنتاج اقول لك ثانية هوا مابيعملش الكلام ده راوند واحدة لأ هو بيعمل الكلام ده عدد من الراونتس كل ما يزود عدد الراونتس كل ما يبقى الانكريبشن بتاخد وقت كبير عشان تعرف تعمل للي حصله انكريبشن. طيب من نظرتك هنا للشكل ده ايه او اهم حاجات انت المفروض تحطها في اهتمامك. المفروض لو هتفكر فيها اول حاجة دي. الفنكشن دي تبقى قوية صح? لما دخل عليها الجزء ده تطلع حاجة كده راندم او حاجة كده مش مفهوم. طب واكيد برضو الكي ده مهم لان الكي ده ده اللي داخل على الفنكشن. طب ايه كمان? عدد الراونز مهم. لان انت كل ما تقطر عدد الراونز كل ما تزود بس قولنا ان ده مشكلته ان هو بياخد وقت في فانت اختيار عدد الراونز مهم بالنسبة لك. جميل. طيب ده كان بالنسبة ايه? اه او اول حاجة كمان انت ممكن تحط اعطاه في اهتمامك البياكسيو. البياكسيو الي انت بتدخله هنا. طيب. البياكسيو كل ما يكبر كل ما زود سكيوريتي اكتر. كلام منطقي. طيب القيها Timur имеر الز íل كاي اللي انت بتدخله على ال Durch called دي كل ما تزوده برضو كل ما تزود سكيوريتي اكتر. طيب. يبقى ان انا زودت بلوكه وزودت القيها لسيو. بس كل كل حاجة لها عيوبة. طيب عدد الراونز قلنا ان عدد الراونز مهم اختيار مهم covers by انت كل ما تزود راقونتس كل ما يبقى شكل سكير اكتر. ماشي. بس قلنا ده برضو لمشكلته. طيب. السبكي جينيريشن الجوريزم. ان انت الكي ده. او اه كل ما تزود بتاعة الكي. كل ما يجي بقى صعب على الكريبت ان هو يعمل اناليسيز للكي. كلام منطقي برضو. طيب. ايه فانكشن اف اللي انا بستخدمها فوق هنا. لازم تبقى فانكشن قوية. تبقى فانكشن ليها كومبليكستي عالية. طيب جميل طيب ومحتاج اعمل ايه? محتاج استعمل فاست سوفتوير انكريبشن وديكريبشن. ما انا مش معقول عشان اعمل ديكريبشن اخد وقت كبير واعمل ديكريبشن اخد وقت كبير. الموضوع كده هيبقى ممل. فبالتالي مفروض تبقى حاطة حاجزة كده فيه اهتماماتك. طيب ايس اف اناليزز. يعني ايس اف اناليزز. يعني انت بتحاول تعمل اناليزز بشكل سهل. مش فاهم. يعني انت دلوقتي لو الالجوريزم بتاعك بيعمل انكريبشن مفيش مشكلة. طيب انا لما عشان اعمل ديكريبشن لأ بلاقي صعوبة في الدكريبشن وبلاقي ان في مشكلة. لأ في مشاكل حصلة في الدكريبشن. فانا ايه اللي هيخلينا استعمل الالجوريزم ده. صح? فلازم يحقق خاصية لازم يبقى بتاعه سهل. تمام? تمام. ده يبقى دي احد اهتماماتك. طيب. هنا تعال بص كده على راوند ايه اللي بيحصل فيها? ادي بلوك اهو. بلوك ناحية الشمال. ده ده اخر راوند يعني. اه بلوك ناحية الشمال. وده بلوك ناحية اليمين. ايه اللي عمله? الراجل حط البلوك اللي ناحية اليمين ده دخله على فانكشن بكيه معين. الكيه راح مدخله على معده. وراح هنا خد الجزء الشمال عمله اكس او اور مع الاوبوت بتاع الفانكشن. وراح منزله بقى هو الجزء اليمين. ماشي. يبقى ده الجزء اليمين بتاعي كله. طيب الجزء اللي هنا ناحية اليمين راح حطه شمال. طيب الراجل هنا بقى كده عمل انكريبشن. يجي ايه يحصل في الديكريبشن هناك? اللي يحصل في الديكريبشن هتقول لي عكس اللي بعمله في الانكريبشن اعمله في الديكريبشن بالملة. يعني انا هنا هدخل على فانكشن الجزء اليمين برضو. وادي الجزء الشمالي اللي جاني هروح برضو مدخله على اه جزء الاكس او راهو. والناتج بتاع الفانكشن دي هدخله على اكس او راه مع الناتج ده. فبالتالي هطلع ده. اللي هو اصلا كان ده. يبقى انا قدرت ان اعمل انكريبشن و قدرت اعمل دكريبشن ده الراوند يعني احنا عملنا اخدنا كده سناب شوت من من ده كده اخدنا الراوند الاخير تمام تمام ففهمنا ازاي الفيزيتار اه صايفر كان شغال اه وده كان يعني تمهيدا للدس اللي هو يعني اه اللي تبنته الوقت المتحدة جميل فتعاي بقى نتكلم على الديس ده ايه الديس ده عمنا ده انكريبشن برضو كان محتمل على الفيزيتار السايفر ده بنفس يعتبر نفس الستيبس بنفس التهارية التفكير اتبنته الولايات المتحدة ظهر بعد اه بعد الديس ده انكريبشن تاني هو الاس ده مور سيكيور اكتر من الديس العادي وهنعرف ليه الديس يعني فيه عيوب برضو تمام فهو الديس الانكريبت دي بي اه على مستوى اربعة وستين بلوك بستة وخمسين بيت كي ده لما ظهر يعني في الاول خالص وهنعرف ان ان ستة وخمسين ده يعني مش مش سيكيور قوي يعني لان ده ظهر يعني في الف سمائة سبعة وسبعين فكان ان هو يبقى كي بالشكل ده وان انا اعمل على مستوى البلوك بالشكل ده لا ده هو كان حاجة كان سيكيور جدا وقتها ماشي تمام طب كان بيعمل ليه بقى لا الالجوريزم ده كان بيحتد الاربع وستين اه اه امبود او اربعة وستين اه بيت بلوك امبود بيعمل عليه ساما او اها الاعدد من الروند زي الفيستان知 à وبعد ما بكي معين بنفس او بكي على مستوى الراونز دي هنعرف تفصيل دلوقتي بالظبط ادي ده الشكل العام بتاعه طيب تعان بصك ان شغال ازاي ادي البلين تكست العادي اربعة وستين بيت بلوك بلين تكست اول حاجة بيلخبطه يعني في اول استيبه هنا بيعمل انشيال بيلخبط البلين تكست اللي هو البلوك ده طب بعد ما لخبطه هنا برضو معاكي اربعة وستين بيت كي بياخد منه ستة وخمسين اربعة وستين بيت يعني تمانية بيت هو كان بيشيل بيت منه فكان بيدخل على الكلام ده كي سيفن بيت ماشي فهو السيفن بيت ده هيعمل في ايه اول حاجة بيعمله ليفت شيفت كده وبعد ما بيعمل عليه ليفت شيفت بيعمل عليه بيلخبطه برضو وبيشيل بيت كمان يبقى هو في الستيب دي كده كان بيت ستة بيت الستة بيت دي بتحصل فين بتخش على اول راوند من البلين تكست كده دي اول راوند بتحصل اوبريشن جوه في الراوند الاولى دي بيحصل سام اوبريشن جوه تمام ويقرر الكلام ده ستة اشر راوند ستة اشر راوند يبقى دس عبارة عن ستة اشر راوند في كل راوند انا بعمل ايه تاني هنقولهم سريعا انا في اول راوند عملت انش البرميوتاشن وبعد كده جبت الكي بتاعي اللي هو كان اصلا تمانية بيت شلت منه بيت وعملت له ليفت شيفت لخبطه وروحت مدخله على اول راوند وحصل سام اوبريشنز جوه طلعت اول راوند دي اربعة وستين بيت بلوك اوبط هدخلها على راوند تو برضو وهنا هعمل للكي اللي عملته فوق ده هعمله ايه ليفت شيفت مرة كمان ونخبطه اطلع تمانية واربعين بيت وهروح مدخل على كده الكلام ده هيقعد لحد ستة اشر راوند ماشي ماشي بعد كده بيعمل زي سواب كده وبعد كده بيعمل انفرس الانيش البرميوتاشن يعني هنا لخبطهم بيرجع يعمل عكس اللخبطة اللي عملها في اول تكست تمام فهو ده كده كانت دس باختصار ماشي ما تخطش من الشكل هو بس هنا بيورولك بس بشكل تاني هو هو نفس الراي هنا الرايت هاف الجوء النص اليمين ماشي عمل برضو عليه نفس الابريشنز اللي قلناه فوق ان انت في اول راون في اول راون دي هنا بيخش لك اا كي وي الانيش البرميوتاشن ده هو برضو نفس الكلام حق دخله الانيش البرميوتاشن ودخله الكي اهو الراوند كي يعمل سم اوبريشنز جوه ادي السم اوبريشنز مش عليك اول تخش في تفصيل اوي كده بس بعد ميتعمل سم اوبريشنز بچطلع الاوبت بتاع اول راوند ماشي هرا بيوريك ايلي كان في الكي tour lucky تلك فوق ايلي كان بيحصل له كان 64 bit يعني 64 bit هو تمانيا byt يعني شال منه كان looking about. tras things like not to be bought. يعني شال منه تمنيا بيت يعني شال منه ثانيا الالجوريزم ذات نفسه. شال البيتس دي ودي 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 ودي. كده شال كم بيت؟ شال تمانية بيت. وبعد ما شالهم راح ملاخبطه. اللي خرج كي ستة وخمسين. ماشي ستة وخمسين. هو عايز يعمل ايه؟ هيشيل كمان وان بايت ويقسمه نصين. كده قسم البتاع ده نصين. ويدخل الكي ده على فوق اهو. يدخل الكعلة هنا اول راوند دي بحيث يحصل هنا تطلع في اول راوند. تمام? ده كان بالنسبة ايه فهو هنا برضو بيوريك نفس الكلام لن آآ ليفته هو اهو ادي الليفته هو ويده الرايت اهو. خد الرايت اهو حطه هنا. زي ما كنا بنعمل واخد الرايت ده. هعمل عليه بالكي ده. اطلع الجزء ده. طب طلعته. خد الجزء ده حطهش مات. بعد كده اليمين ده اعمل عليه سام بالكي ده. طيب بالكي ده. بعد ما عملت هتطلع حاجة وهكذا. اللي كان مدة ستاشر راوند. ستاشر راوند. تمام? تمام. ويرجع بقى ايه? يارجع يلخبط الجزء اللي هو عكس اللي عمله فوق. يعني هو قبل ما يخش فوق. كان ملخبط الصيفر او 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 يرجع هنا يعمل عكس اللخبطة. ها دي مش مش راوند ولا حاجة. همجرد هنا بس بيعيد بيعيد يعمل عكس العملية. بس. فبالتالي بيطلع الجزء الشمال ده. والجزء اليمين. تمام? تمام. ده كان الديس باختصار. طيب. هنجل حاجة اسمها الافالانش افكت. الافالانش ده افكت يا عمينا. دي البروبرتي اللي بتقولي. اننا لو غيرت حرف. او مش حرفي كمان. لو غيرت بيت. واحد في. احنا عارفين البروبرتيكست متقسم بيتس. لو غيرت بيت. اغير الاوبت. بيغير كذا بيت. يا اسمه الافالانش افكت.abanش افكت. ان انا لوغيرت بيت. واحد فقط من البلين تكست. يبقى انا بغير في اكتر من بيت في في الصيفر تكست. يبقى هو قال لك هو property of any encryption algorithm a small change في البلنتكست لا كمان في الكي لان انت كمان لو غيرت الكي لان الكي ده اللي بيخش مع البلنتكست اللي بتحصل لو غيرت كمان حرف بت من الكي ده يحصل significant change وده الكلام المنطقي لان انت محتاج اه تخلي الالجوريزم بتاعك ما يبقاش في مابنج كل ما يبقى ما فيش مابنج كل ما يبقى الالجوريزم بتاعك شكل سيكيور ماشي فهو هنا بيرجع برضه كان بيقولك change in one bit في البلنتكست or one bit of the key should produce a change in mini bits يعني هغير في كزا bits وها عارك زي قدام من الصيفر تكست فمن الاخر اللي عايزين نخلص منه ان احنا اي change في البلوك او change على مستوى ال bit بيغير في الصيفر تيست بشكل كبير طيب ده كده مثال بص هنا ده كده بلوك اهو وده بلوك تاني ده بتكون من كزا حرف الفرق الوحيد اللي ما بينهم ده الزيرو عبارة عن 00 بعد ما بتفكوا binary والون ده عبارة عن 1000 طيب بعد ما عمل في اول راون اللي نتج ده من اول واحد اللي هو ده نتج من تاني واحد لو جينا بصينا هتلاقي هنا اختلاف في السري وهنا 2 ماشي ده كان في اول راون ده بس يعني انت كده غيرت جزء او غيرت حرف واحد التو دي كانت عبارة عن 0100 الثلاثة دي كانت 100 يبقى انا كده غيرت بيت واحد في اول راوند طيب الراوند اللي بعد كده لا هتلاقي ان هنا الثلاثة تغيرت ماشي وهتلاقي ايه كمان هتلاقي ان هنا بقت ايه وهنا كمان ايه كمان اه هنا كمان ايه لأ انت كل ما بتزود راوند كل معدد مختلف صح فانت من الاخر لو غيرت بس بيت واحد ال بتاع الالجوريزم هيبقى مختلف تماما مبص كده هنا معي في الاول احنا ابتدينا كانوا بس اختلاف حرف واحد او حرف واحد او رقم واحد بص لما نزلنا في الاخر خالص ده مختلف تماما عن ده فده اهمية الافلانش افكت فهنا بيوريك برضو بقى بس لكن هنا على مستوى الكي بيقولك برضو لو الكي برضو اختلاف حرف واحد هيرجع يعمل نفس التأثير على البلين تكست بتاعي تمام هو هنا برضو يعني هياخد اه اه ادي نفس البلين تكست وادي نفس البلين تكست بس اكيد باختلاف الكي اختلاف الكي هيطلع لك صيفر مختلف في كل واحد اهو ثانية يعني اختلفوا هنا فين 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 اهو اختلفوا هنا في اول حرف هنا طب وبعد كده روند اللي بعدها وهكذا 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 لحد ما اوصل للاخر هلاقي ان فيه تشينج كبير جدا في الصيفر تكست بتاعي تمام طيب مشكلة الدس بقى لما طلع انت قلت لي يا رامي بتستخدم 56 كي بيت سايز طيب 56 ده كده سيكيور هقولك هبص انت عدد الكيز اللي هتستخدمها هيبقتو قص باور 56 طيب لو انت معاك جهاز بيديكريبت عشر قص تسعة في الثانية الواحدة فانت كده محتاج الف مية خمسة وعشرين سنة عشان تفوق انكريبشن لحاجة واحدة طيب لو انت بقى معاك جهاز هل الجهاز بقى بيعمل ديكريبت بيه عشر قص ترتاشر ديكريبشن لكن في الثانية هتاخد حوالي ساعة شايف الفرق ليه لان انت اصلا زمان ما كانش فيه اصلا جهاز بالامكانيات دي وما كانش يتوقع اساسا ان فيه جهاز يبقى بالامكانيات دي فلكن في الايام بتاعتنا دي لا فيه اجهازة ويمكن فيه اعلى من كده فممكن اصلا ياخد اقل من ساعة عشان يفوق الدس ده عشان كده دايما بنحاول نستعمل كي طويل علشان يصعب على الاتكر حتة ان هو يحاول يعمل كريبت اناليس طيب جون بعد كده عملوا الاس برضو يعني شبه الدي اس ولكن بكي صيز اكبر بكتير مية تمانية وعشرين فانت اصلا لو معاك جهاز بيديكريبت عشرة قص تسعة في الثانية الوحدة انت محتاج حوالي خمسة وثلاثة من عشرة واحد وعشرين سنة مع نفسك بقى عيش هنا طب لو معاك جهاز بالامكانيات دي حتى لو اعلى هتاخد برضو رقم كبير جدا عشان تفوق طيب اه التريبل ديس ده كان اكستنشن من الدس لكن بستخدم اكتر من كي بمية تمانية وستين فكان لا بياخد وقت اكبر وكل ما عمل تزود في الكي كل ما انت عمل تصعب العملية على الاتكر طيب الاتكر بيعمل ايه بقى عشان يعالج حاجة زي كده هل انا كمسلا كاتكر هقد اجرب عليك كل الكيز الممكنة او البروت فورس زي ما بيقوله اتاك هتقول لي اكيد لا اكيد فيه تكنيك يحاول يستنتج لي اجزاء من من الكي ده طيب احد الاجزاء او احد التكنيك اللي انا بستخدم عشان اخد جزء من الكي بحيث ان انا اسألworking الاخت Base حاجة اسمها Timing AttackKNge ايه Timing Attack다는 ce تب vue ايه تبه الراجل او الاتكر بيستغل لحته ان انت عشان مثلا 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 تكاربته حرف ايه غلا اكاربته حرف ال b وقل ما تكاربته حرف القبيل سي غلا اكاربته حرف رقم 10 فالراجل بيعمل ايه بيستغل فرقات الت GAIM دي يعمل اناليسيس لل��ف بالانكريبشن اجوريزم بتاعك ويشوف ايه اللي بيحصل طيب ايه الوقت بياخده قد ايه بيحاول انه يستنتج جزء من الكي والنفترض مساها ان احنا بيستخد كي 128 بحيث انه ياخد اجزاء من الكي كده يلاقي اجزاء 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 كده بحيث انه يسهل على نفسه عملية تمام حتى لو قدر يوصل للكي كامل كنا بها طب مقدرش انا قدرت تحدد جزء من الكي وطالما حددت جزء من الكي انا كده قللت ال time وقللت ال resources اللي انا محتاجها علشان اه اعمل تمام فال this بقى كان يعني مش اه يعني زي ما بيقولوا مش قوي في الحتة دي يعني ايه مش قوي يعني انا لو بحاول اعمل عليك ال timing attack ده لأ مش هتعرف تقابلي علي ال timing attack ده فكانت قوته في حتة انه هو اه 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 strong against timing attacks تمام تمام طيب على مستوى بقى ال block cypher احنا قلنا ايه احنا قلنا ان انت عندك عدد ال rounds احنا خلاص حددناه كان هو 16 round indexed من zero to fifteen مش قلنا ان انت كل ما تزود عدد ال rounds لقيت ان هو more difficult to crypt analysis فاللي كان مستخدم في ال dis هو 16 round فكان 16 round يعني الى حد ما كانت كويسة لكن انا كانت مشكلتي في الكيزة نفسه ماشي ماشي اخر حاجة معنا اللي هي ال function اللي انت بتستخدمها على مستوى ال block cypher احنا قلنا ان هي في ال visit cypher انها كانت مهمة جدا او زي ما بيقول ال heart of this cypher طيب ليه لانها لو ضعيفة ال crypt analysis هيقدر يعمل لها analysis وبالتالي انت ما عملتش حاجة انت خلاص الرجل عارف ال function وانت مستخدم function ضعيفة فبيقدر يوصل لكل round فلو وصل لكل round هيقدر ي extract explain text الاصل فبالتالي انت محتاج ان الفنكشن تبقى non linear يعني ايه non linear يعني مثلا لو انت هنا او input معين ما اقدرش استنتيج ال input التاني ده كده في ال linear انا كده اقدر استنتيج صح عمال باستنتيج باستنتيج لأ انا لازم الفنكشن بتاعتي تبقى non linear بحيث اصعب على ال crypt analyst ان هو يلاقي ااا ال print text الاصلي من حتة الفنكشن دي او ملاقيش صعوبة في حتة ان انا استخدم function قوي طيب فبالتالي لازم فيه خاصيتين بتحققوا الساك والبك الساك اللي هو strict avalanche creation طيب ده بيقول لك ايه بيقول لك لو انت غيرت حرف في ال plain text انا هغير ب probability نص على الاقل من cypher text يعني لو انت مثلا كلمة ميت حرف مثلا غيرت فيها حرف المفروضة اغير في الصيفر حوالي خمسين حرف ولا تمانينورو بعين حرف كده لازم تبقى لازم اغير או عشان ملاقيش mapping زي ما قلت لك حتة mapping ان انا ملاقيش ااااااا 1 to 1 mapping لان انت لو مش بتاسر على الصيفر eastern text كله فانت كده في وطالما في وان توان مابنج انت كده بتسهله اكتر على الكريب اناليس طيب تاني خاصية معنا اللي هي بت انديبندنس كرياشن ان انا ملاقيش تو آآ بيتس بعملين يتغيروا مع بعض يعني يعني مش فاهم يعني في الصيفر ملاقيش اتنين بيتس كل شوية لقيموا عملين يتقرروا مع بعض ملاقيش كريت طيب لا لازم بقى خاصية آآ انديبندنسي لازم يبقوا انديبندنس عشان الراجل برضو ميقدرش يستندك او يعمل اناليسيس للصيفر تيكست بحيس ان يوصل ليه البيلين تيكست الاصلي جميل طيب بحتة الكي قلتلك ان انت الكي آآ المستخدم لازم يبقى كي طويل بس مش كي طويل قوي لان انت كل ما بتزود بتزود طول الكي بتصعب عملية او بتطول عملية الديكريبشن تمام 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 تنفيل في زيتايل بقى الكي كان بيحصل ازاي نرجع كده للرسمة كان بالشكل ده ايه اللي كان بيحصل فيه كان عبارة عن كي الكي اهو بعمله شفت وروح مدخله بعد كده عمل شفت تاني وبعد كده رح مدخله هنا بعمله وهاكده يعني مناخر الكي كان بيستخدم في انه يعمل صب كي صب كي كده عمال انزل اعمل صب كي من الكي الاصلي بتاعي طيب الفكرة فين بقى ان انت بتحاول ان انت تعمل صب كي بيبق انه يبقى صعب على الاتكر انه يبريدكت الكي في الراوند الفلانية يبقى انت الهدف بتاعك ان انت لما توصل لصب كي الكي ده مايقدرش يعمل له بريدكشن او ان الاتكر يعمل عليه اناليس تمام تمام اه خلانا نرجع داخل حتة كمان فالاقتراحات ايه بقى ان انت لازم تحق خاصيتين اللي هي الساك والبي والبي اللي هو ان انت تغيير في الكي لازم يؤثر جامد على الصيفر تكست طيب والحاجة التانية ان انا ملاقيش بتر ان بيتكرر ملاقيش توبيتسي بيتغيره مع بعض لازم يبقى بيحقق خاصية الراوندومنس تمام تمام اه كده وصل لناخل محضرة بعتزار عطارة ولو في اي سائل ياريت يا شباب نتفضل شكرا